النهاردة عندنا حاجة قبل ما عادت ماتش سينبا والأهل بتسع أيام وانتوا عارفين دايماً هنا الحمد لله لما بنتكلم على أمور ليه علاقة مباراة الأهل الإفريقية بيبقى عندنا معلومات عن حاجات هتحصل في الفترة اللي جاية ليه علاقة بالموعيد التواقم التحكمية اللي هيتم تعينها ولكن النهاردة عندي معلومة خطيرة جداً وأتمنى يعني ما يكونش لها تأثير على شكل المباراة بشكل عام كالتونسان أولاً لما اتحدد معاد المباراة على طول بعدها بـ 24 ساعة تم تحديد طاقم تحكيم مباراة سينبا والأهل طبيعي جداً طاقم التحكيم بتتحدد وبنبدأ نعمل سيرش ونشوف الحكام اللي هيحكمه هذه المباراة خاصة مع تطبيق تقنية الفار ماتش سينبا والأهل تم إسناد إدارة المباراة للحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل ومعه حكم مساعد أول من جنوب إفريقيا اسمه زكالي إساوا ده من جنوب إفريقيا وعلى تقنية الفار في الحكم الموريتاني دحان بيدا كابتن أسامة عنده حاجة متعلقة بدحان بيدا لأنها وقع حصلت في دور السوبر وعندي أنا معلومة تانية بس بالتأكيد كابتن أسامة أنت عايز تتكلم الأول على دحان خلينا نروح لدحان بيدا للموريتاني ده لها يكون حكم الفار في مباراة الأهلي أمام سينبا في تنزاني الحكم ده حكم أيضا مباراة الأهلي أمام سينبا في الدور الأفريقي المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي اتنين اتنين لو عايزين نرجع كده بالذكرة للمباراة أهو ضمنا على الشاشة نفتكر كورة محمود كهربا في الشوط الأول لما كان ليه ركلة جزاء صحيحة مليون في المية واستدعى الفار وقتها دحان بيدا حكم الساحة وقتها علشان يرجع اللعبة والحكم الفار وقتها قال إن كور ركل الجزاء للأهلي راحوا شاف الفار وقال لأ كورة ما فيهاش حاجة والكل اعترف وقتها وأقر إن الأهلي ليه ركل الجزاء صحيحة دحان بيدا في المباراة القادمة دحان بيدا الموريتاني في المباراة القادمة هيكون هو حكم الفار في البرات الأهلي أمام سينبا التنزاني عندي تخوف شوية النهاردة في كورة ركل الجزاء صحيحة مليون في المية مع لهاش خلاف ولا جدال بالنسبة للأهلي وراحوا لغاها طب ممكن في الفار يعني هل يتدخل ويكون ليه قرارات أتمنى أتمنى يعني يكون التحكيم فيه نزاهة ويخرج بشكل جيد خاصة أن مباراة الأهلي أمام سينبا المورال الأولى هتكون مباراة مهمة جدا وأنا ما باملش الفكرة إن الحكام تتقرر في ملاعب محددة كذا مرة يعني طاقم التحكيم من الموريتاني على فكرة دحان بيدا أدار نهائي كاس الأمم هو حكم فنياً آه كبير وعلى مستوى عالي وأدار أهم مباراة في أفريقيا نهاية كاس الأمم ولكن في مباراة الأهلي وسينبا تقرار الحكام من موريتانيا ده أعتقد خطأ فني من لجنة الحكام كابتن أسامة كنا بنكلم في نقطة مهمة جداً قبل ما نطلع للفصل لأن الجزء ده ممكن أن نروح منه للخبراء التحكيمي اللي هيكونوا معانا بعد الفصل كابتن أسامة تكلم على حكم تقنية الفيديو الفار في مباراة الأهلي وسينبا في تنزانيا الموريتاني دحان بيدا ولكن الجانب الثاني اللي هتكلم عليه هو جانب متعلق بحكم المباراة الجنوب إفريقي توم أبو نجيل والمساعد الأول من جنوب إفريقيا زكالي سويلة الناس تركز في الكلام اللي جاي ده يا كابتن أسامة لأن المطلس لسه باقي عليه التسعتيان أنا هحكي وقعة وبناء على معلومة وأعتقد الكلام دلوقتي لما يتسمع ويوصل حتى للمسؤولين في الاتحاد الإفريقي أعتقد المباراة دي هيبقى عليها سبوت إعلامي مهم جداً لأن الواقع اللي أحكيها دي وقعة خطيرة جداً بمعلومات وصلت لي في الساعات الأخيرة في مباراة ما بين المغرب وتنزانيا في تصفيات كاس العالم أقيمت في تنزانيا في شهر نوفمبر الماضي يعني بالضبط قبل خمس شهور من دلوقتي كان بيدرها الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل وكان معاه المساعد الأول من جنوب إفريقيا سويلة زكالي اللي هيكون موجود في مطش سيمبا والأهلي بعد هذه المباراة حصلت مشاكل مش فنية دون تطرق لتفاصيل فيها لأننا ما عنديش أدلة أقدر أعرضها على الهواء لأن الموضوع نقدر نقول اتلم ويعني اتخذ فيه قرار بشكل ما ولكن القرار اللي أقدر أقول لحضراتكم أن هذا المساعد اللي كان موجود مع توم أبو نجيل كان عنده مشكلة هو وتوم أبو نجيل بعد مباراة المغرب وتنزانيا في تنزانيا في تصفيات كاس العالم وهذه المشكلة كانت سبب رئيسي في استبعاد هذا المساعد من كأس الأمم الإفريقية لأول مرة المساعد الجنوب الإفريقي يستبعد من كأس الأمم في ظل يمكن يضبنا على الشاشة ده توم أبو نجيل اللي حكم المباراة ولكن أنا بتكلم عن المساعد ليه المساعد ده كان موجود في كأس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين والمساعد ده كان موجود فاينال أهل وداد مع فيكتور جوميز لما كان هو اللي بيدير نهاي دور الأبطال بين الأهل والوداد العام قبل الماضي وهو هو نفس المساعد اللي كان موجود في نهاي كأس الأمم بين مصر والسنغال في الكاميرون فهو مساعد ليه تاريخ كبير جدا ومن الحكام المصنفة في جنوب إفريقيا واشتغل مع فيكتور جوميز وحاليا موجود في طاقم توم أبو نجيل معنى أنه يستبعد من كأس الأمم وكفي مشكلة حصلت خارج الملعب مع الجانب التنزاني بعد فترة وفجأت لما تم إعادته من جديد رجع على مباراة سيمبا والأهل وفي تنزانيا المكان اللي كان فيه مشكلة مع نفس المساعد أعتقد حسب ما فهمنا في التحكيم يعني ومن متابعتنا لهذا الملف لما بيكون فيه مشكلة لحكم خاصة لما بيكون مشكلة خارج الملعب مش مشكلة فنية وأكيد الناس هتفهم من عايزة أتكلم فيه ما ينفعش يتقرر في تنزانيا تاني ويجي في مباراة سيمبا والأهل بعد فترة إيقاف ووصلت لحوالي خمس شهور إن الفترة دي كمان كان فيها استبعاد من كأس الأمم عارفيني يعني يا جماعة مساعد دولي يستبعد من كأس الأمم أكيد فيها تفاصيل لما يستبعد ويرجع بعد خمس شهور ويتحط في مباراة في تنزانيا تطرح مليون علامة استفهام وأعتقد الاتحاد الإفريقي يعني مهم جدا يتابع هذا اللقاء لو التعيين فيها خطأ فني يتم تدركه ولو مش خطأ فني أتمنى أن المباراة على المستوى التحكيمي طاليق بمباراة كبيرة في الضرع بالنهاية كان مهم؟ مهم جدا نتكلم في الجزائي دا كابتون أسامة من دلوقتي والمباراة بعد تسع أيام وهنشوف نتمنى يكون موفق ما يكونش عنده مشاكل فنية ولكن دي معلومة أنا بأكدها لحضراتكم هذا المساعد استبعد من كاس الأمم في القدفور وأول مباراة له بعد العودة في تنزانيا سيمبا والآلي وكان عنده مشكلة في تنزانيا في مباراة تنزانيا والمغرب في تصفيات كاس العالم